المحكمة الجزائية تكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها وشروعهم بتصنيع المتفجرات والقيام بعمليات إرهابية داخل السعودية والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات وقد صدر الحكم بإجماع الدائرة القضائية الثلاثية بقتلهم تعزيرا وإغلاق مكتب السياحة والسفر المذكور وسحب الترخيص ترجمة نانسي قنقر